يسعد صباحك وصبحنا من اسمة تنعش أروحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترني مايا للمزانير في آية وترني مايا آية وترني مايا آية وترني مايا يا الله معايا أهلا بيكم أحباء المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترني مايا آية النهاردة فيها دعوة لأي واحد فينا أنه يعيد تفكير تاني في ظروف حياته بوليس قال لي تيميثاوس الكلام ده في أصحاح واحد في تيميثاوس التانية في الرسالة التانية أصحاح واحد في عدد سبعة قال له الله لم يعطنا روح الفشل الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح تعالوا نحفظ الآية وحكي لك عنها شوية دلوقتي يلا أقول معايا لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح تيميثاوس التانية واحد سبعة تعالوا نحفظ ده يعني لو معك كتابك المقدس أو لو بتبص على الشاشة مفضلك تصور الآية دي وخليها في ذهنك عشان تقدر تفتكرها كويس وتحفظها عن ظهر قلب تعالوا قول معايا لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصحة المثاوس التانية واحد سبعة مش بيقول لك أن الله لم يعطنا الفشل خلي بالك لكن الله لم يعطنا روح الفشل إيه ده؟ هو يعني ممكن ربنا يسمح بفشل طبعا وممكن يسمح بالفشل لأنه هو عارف أن الفشل ده ممكن يكون جوه قصة النجاح ينفع أو يسمح بالفشل ويسمح أن يوسف يروح السجن ويسمح أنه الفتية يقاده للأتون رغم كل الأمور ويسمح أنه دانيال يروح جب الأسود آه يسمح بالفشل لكنه لم يعطنا روح الفشل هو فيه فرقا طبعا روح الفشل هي الهزامية الداخلية اللي اللي يقول لما يكون عنده روح الفشل خلاص مش هينفع المواضيع مش هتنفع كده خلاص كده جابت آخرها كده أنا انتهيت وكده خلصت القصة أكبر فشل هو عدم المحاولة من جديد ده أكبر فشل وده اللي بيسمح به العدو أي أمر سلبي أي فكرة سلبية في ذهني مش بعيدها ربنا أي روح الفشل في ذهني مش اللي بعته ربنا ربنا عمره ما يسمح لي أن أنا تجيلي أفكار فشل إلا إذا أنا روح تفكرت أفكار فيها فشل خليني أتشجع معاك وأنت تتشجع معايا وإحنا بنقوله نشكرك أنت عارف أنت بتعمل إيه تنيمت النهاردة كاتبها بيقول لا تفشل أيها الصديق ربي يحرسك ده ينجيك من كل ضيق ويعتني بك قرارها رائع جدا بيقول يحرسك القدير كل الطريق في كل ضيق ويعتني بك ويعتني بك يحرسك القدير مرة تاني بقولك روح الفشل مش من عند الرب روح الفشل دي من عند العدو لكن الفشل آه يسمح بيه رب ما فيش فيه مشكلة لأن الفشل عادة هو بيستخدمه عشان تكون الحاجة اللي بعديه هيدي النجاح وشجعك وبكل ما عندي من طاقة يعني أقولك بلسان مختبر كل فشل سمح بيه رب كان بعديه بنجاح ما أيا كان شكله لكن كل روح فشل وكل انهزام جوه الواحد فينا يجيب وراه على طول ده يجيب بقى الفشل في أصعب صوره ويجيب اليأس والأحباط ويجيب الوقع والوجع أنا أشجعك جدا النهاردة أن الرب يقود نفسك ويقود خطواتك النهاردة أنه ما يكونش عندك روح فشل تاني بل روح القوة والمحبة والنصح والنصح أنا مستني يا رب أنك تيجي تتدخل في حاتي تعالوا نرنم ونفتح يا رب النهاردة تيجي لكل فشلان لكل تعبان تيجي النهاردة بقوة من عندك بتشجيع من عندك الواقع المحزوم المقصور المقصور أنا مصدقك ومصدق أنك تقدر تدي قوة لكل واحد بيسمع الكلمات دي نهاردة أنه ينزع عن نفسه كل فشل تعال يا رب نهاردة وكرم إخوتي قدامك يسمعوك ويفرحو بيك لا تفشل أيها الصديق ربي يحروسك ينجيك من كل ضيق ويعتني بك يحروسك القدير كل الطريق في كل ضيق ويعتني بك يحروسك القدير في كل أطعب الحياة ربي يحروسك في الحزن دائما ترى معتنيا بك يحروسك القدير كل الطريق في كل ضيق ويعتني بك يحروسك القدير ويعتني بك ويعتني بك يحروسك القدير كل الطريق في كل ضيق ويعتني بك ويعتني بك ويعتني بك يحروسك القدير يحروسك القدير كل الطريق في كل ضيق ويعتني بك ويعتني بك عشان يعيش لك بلا فشل بلا رب سماع لصوت إبليس وشكرك لأجل كل أمر بتعمله في حياتنا انت عارف بتعمله واحنا بنرضى وبنهدى وبنسلم لمن يقضي بعد لك السجود أمين ربنا يديك يوم طيب وجميل يصعد صباحك وصبحنا بنسمة تنعش أروحنا ربك يا حبي فرحنا بالبركة الأيام جاية سمعت في الآية إنجيل فرحان معايا بالتراتيل يملأ حياتك بالتهليل يومك بخير طيب وجميل يا رب يوم طيب وجميل يومك يكون طيب وجميل